البطولتين أخيرا وقبل الختام النهاردة خبر من الأخبار الحلوة الجميلة جدا وهو خبر خاص بالنادي سيتي كلوب فيه لاعب موهبة جدا وأنا تواصلت حتى مع الكابتن سايب معوض أعرف منه إيه القصة اسمه هاني علم الدين موهبة وصفت بالاستثنائية على مستوى كرة القدم فريدة من نوعها اكتشفها الكابتن سايب معوض نفسه الموديل الفني لأكاديمية سيتي كلوب هو من أصحاب القدرات الخاصة موهبة من بين عشرات المتقدمين والموهبين من الأطفال زي ما شايفين في الفيديو اهتم بيه جدا الكابتن سايب معوض تطور بشكل ملحوظ حالته النفسية والمعنوية كمان تطورت الله عليك يا هاني أداء ممتاز وجميل واهتمام مثالي الحقيقة من سيتي كلوب بهذه المواهب وأي حد عنده موهبة بأي ظرف حاجة الحقيقة رائعة جدا جذب الانتباه هاني الحقيقة من أول ما دخل عنده كمان تكنيك بيتحكم في الكرة زي ما شايفين بشكل زكي وبيتحرك ما بين أهو الإقماع وتصويباته بمختلف الأقدام ورأسيات فأنا بحيي حيال قائمين على أي مبادرة زي مبادرات سيتي كلوب دي إن هي تكتشف المواهب وتطورها لما لها من إضافات مش بس فنية بل معنوية ونفسية أيضا وصلت بالسلامة بعثة الأهلي الفائزة على اتحاد المونستيري في زهاب دول 32 من دوري أبطال إفريقيا إلى القاهرة بعدما تحركت مباشرة من الحبيب بورقيبة عمد الله على السلامة وإن شاء الله القياب كمان انتصار وتأهل معتاد إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قلت لكم إن إلكتراوي راح إلى أم بي رسميا إعارة قادما من بيرامدس سموحة ضم قائد منتخب بينين اسمه دوكو ولعب الأهلي المعارئة الداخلية ميدو حسام للأسف تعرض لإصابة بقطع فيها الغدروف إن شاء الله يرجع بألف سلامة ميدو ترجع بالسلامة وألف سلامة عليك بإذن الله مبارح كان بايرن اتعادل مع دورتموند 22 الجمهور البافاري مستاء جدا من أداء الحكم طبعا التفريط في تقدم بهدفين أنت لتلام عليه لكن في النهاية الحكم استياء واضح من أداءه شفناك كان وليبر كان وهو متضايق جدا لكن ألفونسو ديبيز النهاردة كان الناس هجمت الحكم بسبب أنه كان فيه التحامة بين جودي بيلنجهام في رأس ألفونسو ديبيز ما خدش عليه أي إنذار النهاردة اتقال إنه عنده كدمة في الجمجمة فهيغيب عن المباريات المقبلة ألف سلامة على ديبيز وتقال طبعا إنه هو بيلنجهام قال إنه اعتذر لألفونسو ديبيز على الالتحام غير المقصود اللي حصل النهاردة إيطاليا مازال متصدر